حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحريث عن العباس بن عبد المطالب أنه قال يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوتك وينفعك قال إنه في ضحضاح من النار ولولا أنا كان في الدرك الأسفل من النار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الله بن جعفر عن اسمعيل بن محمد عن عمير بن سعد عن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد الرجل سجد معه سبعة آراب وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عمير بن سعد عن العباس بن عبد المطالب عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حان عبد الله بن بكر حدثنا حاتم يعني ابن أبي صغيرة حدثني بعض بن عبد المطالب قال قدم علينا علي بن عبد الله بن عباس في بعض تلك المواسم قال فسمعته يقول حدثني أبي عبد الله بن عباس عن أبي العباس أنه آت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله أنا عمك كبرت سني واقترب أجلي فعلمني شيئا ينفعني الله به قالا يا عباس أنت عمي ولا أغني عنك من الله شيئا ولكن سل ربك العفو والعافية في الدنيا والآخرة قالها ثلاثا ثم أتاه عند قرن الحول فقالا له مثل ذلك حدثنا روح حدثنا أبو يونس القشيري حاتم بن أبي صغيرة حدثني رجل رجل من ولد عبد المطالب قال قدم علينا علي بن عبد الله بن عباس فحضره بن عبد المطالب فقال سمعت عبد الله بن عباس يحدث عن أبيه عباس بن عبد المطالب قال أتيت رسول الله فقلت يا رسول الله أنا عمك قد كبرت سني فذكر معناه حدثنا عفان حدثنا أبو عوان تحدثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطالب قال قلت يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوتك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا ذلك لا كان في الدرك الأسفل من النار حدثنا يحيى بن إسحاق أنبأنا ابن لهيعة عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم الطيمي عن عمير بن سعد عن العباس بن عبد المطالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ابن آدم سجد معه سبعة آراب وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه حدثنا عبد الرزاق أنبأنا يحيى بن العلاء عن عمه شعيبي بن خالد حدثني سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن عباس بن عبد المطالب قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فمرت سحابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا قال قلنا السحاب قال والمزن قلنا والمزن قال والعنان قال فسكتنا فقال هل تدرون كم بين السماء والأرض قال قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة ومن كل السماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثاف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك الثمانية أوعال بين ركبهن وأظلافهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تبارك وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء قال عبد الله حدثنا محمد بن الصباح البازار ومحمد بن بكار قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماكي بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنافي بن قيس عن العباس بن عبد المطالب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا يزيد هوى أبن هارونا أنبأنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطالب قال قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حساء وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطالب بن ربيعة قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن لنخرج فنرى قريشا تحدث فذكر الحديث حدثنا يحيى بن سعيد عن صفيان حدثني عبد الملك بن عمير حدثنا عبد الله بن الحارث حدثنا العباس قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فقد كان يحوتك ويغضب لك قال هو في ضحضاح ولولا أنا لا كان في الدرك الأسفل من النار حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري أخبرني كثير بن عباس بن عبد المطالب عن أبيه العباس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا قال فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما معه إلا أنا وأبو صفيان بن الحارث بن عبد المطالب فلازمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه وهو على بغلة شهباء وربما قال معمر بيضاء أهداها له فروة بن عامة الجذامي الجذامي فلما أتقى المسلمون والكفار ألا المسلمون مدبرين وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يركض بغلطه قبل الكفار قال العباس وأنا أخذ بالجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفه وهو لا يألو ما أسرع نحو المشركين وأبو صفيان بن الحارث أخذ بغرز رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس نادي يا أصحاب السمرة قال وكنت رجلاً صيتاً فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب السمرة قال فوالله لا كأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك وأقبل المسلمون فاقتتلوهم والكفار فنادت الأنصار يقولون يا معشر الأنصار ثم قصرت الداعون على بني الحارثي بن الخزرج فنادوا يا بني الحارثي بن الخزرج قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس قالا ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار ثم قال إن هزموا رب الكعبة إن هزموا رب الكعبة قال فذهبت أنظروا فإذا القتال على هيئته فيما أرى قال فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصياته فما زلت أرحدهم كليلا وأمرهم مدبرا حتى هزمهم الله قال وكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته حثنى سفيان قال سمعت الزهرية مرة أو مرتين فلم أحفظه عن كثير ابن عباس قالا كان عباس وأبو سفيان معه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فخطبهم وقال الآن حمي الوطيس وقال نادي يا أصحاب سورة البقرة حثنى جرير بن عبد الحميد أبو عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن عبد المطالب بن ربيعة قال دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لنخرج فنرى قريشا تحدثوا فإذا رأونا سكتوا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرق بين عينيه ثم قال والله لا يدخل قلب أمري إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد يعني ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عامري بن سعد عن عباسي بن عبد المطالب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رسولا حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعيد عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارثي عن عامري بن سعد عن العباسي بن عبد المطالب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذا قطعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا حدثنا قوتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مدر القراشي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارثي عن عامري بن سعد عن العباسي بن عبد المطالب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبته وقدمه حسن أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري أخبرني مالك بن أوسي بن الحدثان المصري أن عمر دعاه فذكر الحديث قال فبين أنا عنده إذ جاء حاجبه يرفأ فقال هلاك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون قال نعم فأدخلهم فلبث قليلا ثم جاء فقال هلاك في علي وعباس يستأذنان قال نعم فأذن لهما فلما دخل قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا لعلي وهما يختصمان في الصواف التي أفاء الله على رسوله من أموال بني النظير فقال الرهد يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر قال عمر أتدو أناشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنورث ما تركنا صدقة يريد نفسه قالوا قد قال ذلك فأقبل عمر على علي وعلى العباس فقال أنشدكما بالله أتعلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال نعم قال فأني أحدثكم عن هذا الأمر أن الله عز وجل كان خسر رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحدا غيره فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم إلى قدير فكانت هذه خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والله ما احتازها دونكم ولا أستأثر بها عليكم لقد أعطاكمها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقابضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا يعقوب حدثنا ابن اخي ابن شيهاب عن عمه محمد بن مسلمين قال اخبرني مالك بن اوسي بن الحدثان النصري فذكر الحديث قال فبين انا جالس عنده اتاه حاجبه يرفأ فقال العمر هلاك في عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير يستاذنون قال نعم ائذن لهم قال فدخلوا فسلموا وجلسوا قال ثم لبث يرفأ قليلا فقال العمر هلاك في علي وعباس فقال نعم فاذن لهما فلما دخل عليه جلس فقال عباس يا امير المؤمنين اقضي بيني وبين علي رضي الله عنه فقال الرهت عثمان واصحابه اقضي بينهما وارح احدهما من الاخر فقال عمر رضي الله عنه اتأدوا فانشدكم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض هل تعلمون تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنورث ما تركنا صدقة يريد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال الرهت قد قال ذلك فاقبل عمر على علي وعباس رضي الله عنهما فقال انشدوكما بالله هل تعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال قد قال ذلك فقال عمر فاني احدثكم عن هذا الامر ان الله عز وجل كان خسر رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطيه احدا غيره فقال الله تعالى وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم الاية فكانت هذه الاية خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والله ما احتازها ولا استأثر بها عليكم لقد اعطاكمها وبثها فيكم حتى بقي بقي منها هذا المال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على اهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي منه فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته انشدوكم قال لها هل تعلمون ذلك قالوا نعم قال لعلي وعباس فانشدوكم بالله هل تعلمان ذلك قال نعم ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقابضها ابو بكر رضي الله تعالى عنه فعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم حينئذ وأقبل على علي وعباس تزعومان ان ابو بكر فيها كذا والله يعلم انه فيها لا صادق بار راشد تابع للحق حسنا حسين بن علي عن زائدة عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحريث عن العباس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني شيئا ادعو به فقال سلالها العفو قالا ثم اتيته مرة اخرى فقلت يا رسول الله علمني شيئا ادعو به قال فقال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلالها العافية في الدنيا والاخرة حدنا ابو سعيد حدثنا قيس بن الربيع حدثني عبد الله بن ابي السفري عن ابن شرحبي لا عن ابن عبن عباس عن العباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسائه فاستترنا مني الا ميمونة فقال لا يبقى في البيت احد شهد لد الا لد الا ان يميني لم تصب العباس ثم قال مروا ابا بكر ان يصلي بالناس فقالت عائشة لحفصة تقول له ان ابا بكر رجل اذا قام مقامك بك قال مروا ابا بكر ليصلي بالناس فقام فصل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة ان فجاء فنكاس ابو بكر رضي الله عنه فاراد ان يتأخر فجلس الى جنبه ثم اقتراء حفن يحيى بن ادم حدثنا قيس حدثنا عبد الله بن ابي السفري عن ارقام ابن شرحبي لا عن ابن عباس عن العباس بن عبد المطالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا ابا بكر يصلي بالناس فخرج ابو بكر فكبر ووجد النبي صلى الله عليه وسلم راحة فخرج يهد بين رجلين فلما رآه ابو بكر تأخر فاشر اليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنب ابي بكر فاقترأه من المكان الذي بلغ ابو بكر رضي الله تعالى عنه من السورة حنا عبيد بن ابي بكر تحدثنا ليث بن سعد عن ابي قبيل عن ابي ميسرة عن العباس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال انظر هل ترى في السماء من نجمين قال قلت نعم قال ما ترى قال قلت ارى الثرية قال اما انه يلي هذه الامة بعدادها من صلبك اثنين في فتنة حسنا يعقوب حدثنا ابي عن ابني اسحاق حدثني يحيى بن ابي الاشعث عن اسماعيل ابني اسي بن عفيف الكندي عن ابيه عن جده قال كنت امرأة تاجرا فقدمت الحج فأتيت العباس ابن عبد المطالب لابتاع منه بعض التجارة وكان امرأة تاجرا فوالله انني لعنده بمنا اذ خرج رجل من خباء قريب منه فنظر الى الشمس فلما رآها مالت يعني قام يصلي قال ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه تصلي ثم خرج غلام حين راهق الحلم من ذلك الخباء فقام معه يصلي قال فقلت للعباس من هذا هذا يعباس قال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطالب ابن اخي قال فقلت من هذه المرأة قال هذه امرأته خديجة ابنة خويلد قال قلت من هذا الفة قال هذا علي بن ابي طالب ابن عمه قال فقلت فما هذا الذي يصنع قال يصلي وهو يزعم انه نبي ولم يتبعه على امره الا امرأته وابن عمه هذا الفتى وهو يزعم انه سيفتح عليه كنوز كسر وقيصر قال فكان عفيف وهو ابن عم الاشعثي بن قيس يقول واسلم بعد ذلك فحسن اسلامه لو كان الله رزقني الاسلام يومئذ فاكون ثالثا مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه حسن ابو نعيمين عن سفيانا عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطالب بن ابي وداعة قال 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 العباس بلغه صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس قال فصعد المنبر فقال من انا قال انت رسول الله فقال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطالب ان الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فانا خيركم بيتا وخيركم نفسا حثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطالب قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه قد كان يحوتك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من النار لولا ذلك لا كان هو في الدرك الأسفل من النار حثنا أسباط بن محمد حدثنا هشام بن سعد عن عبيد الله بن عباس بن عبد المطالب أخي عبد الله قال كان للعباس ميزاب على طريق عمر بن الخطاب فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وقد كان ذبح للعباس فرخانف لما وفى الميزاب صب ماء بدم الفرخين فأصاب عمر وفيه دم الفرخين فأمر عمر بقلعه ثم رجع عمر فطرح ثيابه ولبس ثيابا غير ثيابه ثم جاء فصل بالناس فأتاه العباس فقال والله إنه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر للعباس وأنا أعزم عليك لما سعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك العباس رضي الله تعالى عنه اشتركوا في القناة